اجتمعت سعادة الدكتورة الشيخ رنة بن تعيس بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية بالديوان العام للوزارة اليوم مع سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة وذلك للوقوف على مستجدات خطة اجلاء المواطنين البحرينيين المتواجدين في ايران نظرا لتفشي فيروس كورونا في مدنها والتي تم الاعلان عنها في 28 فبراير الماضي والتي دعت وزارة الخارجية خلاله كافة المواطنيين المتواجدين في ايران لتسجيل بياناتهم عبر الاتصال على رقم مخصص لذلك لحصر كافة المواطنين وبدء تفعيل خطة الاجلاء من جانبه استعرض الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة خطة الاجلاء التي تعمل عليها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهة ذات العلاقة من اجل عودة المواطنين المتواجدين في ايران والعمل على فحصهم وعلاجهم وتأمين مراكز للعزل والحجر الصحي الاحترازي حفاظا على سلامتهم وسلامة كافة افراد المجتمع واشار الدكتور المانع الى ان العمل يتم حاليا على استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين المتواجدين في ايران وتجهيز المتطلبات والاجراءات الاحترازية المطلوبة حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين منوها بان عودة المواطنين المتواجدين في ايران ستتم خلال دفعات واضاف المانع انه على المواطنين المتواجدين في ايران التسجيل على الرقم المخصص لذلك والظاهر على الشاشة في اسرع وقت ليتم حصر كافة المتواجدين وترتيب عودتهم من إيران وخلال اللقاء أكدت سعادة الدكتورة الشيخ رانا بن تعيسى الخليفة حرص وزارة الخارجية على المتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بوزارة الصحة والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الجبارة التي تبدلها وزارة الصحة وزارة الصحة وكافة الجهات للعمل على احتواء ومنع انتشار الفيروس في المملكة كما استعرضت سعادة وكيل وزارة الخارجية الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتعزيز الوعي بدءا باطلاق تحذيرات السفر إلى الدول التي تفشى فيها الفيروس ودور بعثات مملكة البحرين في الخارج من خلال تخصيص خطوط ساخنة للمتابعة المستمرة مع المواطنين في الخارج بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات التي تريد للوزارة من أجل الحفاظ على سلامتهم ترجمة نانسي قنقر